ونبدأ معكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر كاعدتنا بأهم الأخبار والأحداث اللي حصرت مبارح ومنها دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع أمس لمناقشة حلول مشكلة انقطاع الكهرباء وسبل تقليل فترة تخفيف الأحمال والتوصل إلى حلول جزرية للأزمة ولفت دكتور مصطفى مدبولي إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بسرعة العمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء صحيح ومبارح أيضا كان في تصريحات لدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شرح فيها أبعاد مشكلة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال في مؤتمر صحفي وأكد أن في مليار ومية وتمانين مليون دولار حيتم تخصصها لتجاوز هذه الأزمة خلال فترة الصيف على أن يتم وقف قطع الكهرباء بشكل نهائي وتام في الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل أخبار مهمة حصلت مبارح أبرزها لاجتماع العقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمناقشة حلول مشكلة انقطاع الكهرباء وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال والتوصل لحلول جذرية للأزمة ولفت الدكتور مصطفى مدبولي لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة العمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء من خلال اتخاذ القرارات الكفيلة بتخفيض فترات انقطاع الطيار الكهربائي مع ضرورة وضع مختلف الآليات الممكنة من أجل إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن مضيفاً أن الحكومة تسعى حالياً لوضع الآليات اللي بتضمن إنهاء الأزمة بالتنسيق مع الوزرات والأجهزة المعنية إمبارح أدلت دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتصريحات تلفزيونية بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك في إطار شرح أبعاد مشكلة انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال والإعلان عن القرارات اللي تم التوصل لها مع الوزراء والجهات المعنية لمواجهة هذه الأزمة وأكد رئيس الوزراء أن هناك مليار ومية وتمانين مليون دولار هيتم تخصصها لتجاوز أزمة الكهرباء خلال فترة الصيف على أن يتم وقف قطع الكهرباء بصورة تمة في الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل وجدد مدبولي اعتذار الحكومة للشعب المصري قائلاً ندرك تماماً مدى معاناة الأسر المصرية من مشكلة انقطاع الكهرباء وليس لدينا أزمة توليد طاقة على الإطلاق فيما يخص النقل أو توزيع الشبكات لكنها مشكلة تدبير وقود كما أشار إلى بدء خطة ترشيد استهلاك بغلق المحلات التجارية والمولات من العشرة مساء في معادة الصيدليات والسوبرماركت والمطاعم مجلس الوزراء اجتماع بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة ناقف مبادرات دعم الصدرات المصرية واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة لديها خطة طموحة تستهدف زيادة الصدرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية مشيراً إلى الجهود المبزولة لتطوير المنتج المصري وزيادة قيمته التنافسية فضلاً عن تقديم كافة أوجه المسندة للمصدرين وتوفير الحوافز الاستثمارية بما يتماشى مع مستهدفات الدولة ذات الصلة بتعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي وأيضاً نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي إن برح التقت دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء السفيرة سوها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لاستعراض المستجدات بشأن مختلف ملفات عمل وزارة الهجرة بما فيها مكافحة الهجرة غير الشرعية وملف التدريب من أجل التوظيف وتوفير مزايا وخدمات للمصريين بالخارج وقدمت الوزيرة ملف بيتضمن جهود وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج على مدار عامين وأيضاً تقديم بعض المقترحات الجديدة لتطوير استراتيجية الوزارة خلال الفترة القادمة ومزيد من الأفكار المبتكرة الخاصة بتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج حول العالم وتلبية احتياجتهم فضلاً عن المقترحات الخاصة بتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية ووضع آلية متكاملة للهجرة النظامية إمبارح التقت دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا وذلك لمناقشة جهود منظمة الأمم المتحدة لتقديم الدعم الفني في مجال مكافحة الإدمان والهجرة غير الشرعية وأعرب مدبولي عن تقديره للجهود اللي بيقوم بيها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات وأهمية التنسيق والتعاون الدائم بين المكتب والحكومة المصرية معرباً عن تطلعه لتطوير التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة إمبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإبراز الإنجازات التي تحققت بجهود وسواعد أمناء الشعب المصري في مختلف القطاعات نظمت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة زيارة ميدانية لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين إلى المشروع القومي العملاق لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بمنطقة تشكا جنوب مصر واللي بيبلغ مسحته ربعمائة ألف فدان وحتصل لستمائة ألف فدان بنهاية عام 2025